فرأس اليوم المدير مكتب وزير البترول والطاقة افتتاع عمال الوشة الخاصة بدراسة واعتماد خطة عمل اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير مشروع ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الشات والكاميرون المناسبة جرد بمركز دراسة وتدريب من أجل التنمية محمد حسن أدو بهدف دراسة واعتماد خطة عمل اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير مشروع ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين البلاد ودولة الكاميرون وذلك ضمن المشروع الإقليمي التكاملي للطاقة التابع للمجموة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية السياسي جاءت هذه الورشة التي نظمتها وزارة البترول والطاقة والتي جمعت الفنيين والخبراء الوطنيين والأجانب الأمين الدائم لمؤسسة الطاقة بإفريقيا المركزية جان كريزيستوم ميكوندونغ قال إن هذا المشروع يؤتبر من أهم المشاريع التي ستسهم في دفع عجلة التنمية بالإقليم مشيرا إلى أن شبكة التيار الكهربائي ذات الضغط الآلي سيتم ربطها من مدينة غودري الكاميرونية ومرورا بياغوا وبونغورا ووصولا إلى حيقاسي بدواحل عاصمة أنجمينة وستستفيد منها العديد من المدن والقرى الواقعة على هذا الخط مدير مكتب وزير البترول والطاقة سيد الحاج دانغلادي في كلمته التي ألقاها نيابة عن الوزير أكد بأن هذه البادرة تطابق مع سياسة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرامية إلى توفير الكهرباء للمواطنين لا سيما التاقة المتجددة كما طلب من المشاركين تبادل الأفكار الهادفة وبزل المزيد من العمل من عجل بلوغ الأهداف المنشودة وننوح بأن أعمال هذا المشروع ستنطلق مع بداية العام 2018 وذلك بتمويل مشترك من البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة البنك العالمية وبإشراف من المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية